بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في يوم دراسي جديد مع مادة فيزياء 2 ومعكم المعلمة أمل المصلوخ اليوم بإذن الله سنتعرف على الدرس شيء وممتع بطريقة أخرى له وهو الأطر المرجعية ونوعين من نواع القوة قوة الطرد المركزي وكذلك قوة كوريليس دعنا نقرأ الأهداف معا اليوم بإذن الله سيكون درسي دوران الأطر المرجعية والقوة الطرد المركزية وقوة كوريليس أهداف الدرس أن نعرف الأطر المرجعية أن نفرق بين القوة الوهمية بين قوستين وضعت قوة الطرد وقوة كوريليس أهم المفردات الأطر الدوارة وقوة كوريليس دعنا نتذكر ما تعرفنا عليه في الحصة السابقة أخذنا لكي يتزن الجسم لا بد من تحقق شرطان أهمهما سيجما F تساوي صفر وسيجما العزوم تساوي صفر عندما أقول سيجما F تساوي صفر أي أن مجموع القوة تساوي صفر كذلك العزوم هي مجموعها أيضا يساوي صفر عندما يحاقق الجسم هذين الاتزانين أو هذين الشرطين فهو في اتزان دوراني وانتقالي معا أسمينا ذلك بالاتزان الميكانيكي دعني أماهد درسي اليوم تأمل الصور معي الصورة على يسار الشاشة تبدو لك لعبة من الألعاب الترفيهية الدوارة الصورة الثانية صورة لرحلة على الخطوط السعودية يبدو لي هذه الصورة وهذه الطائرة توحي لك أن هذه الطائرة تنتقل من مكان إلى مكان آخر كل لوع من أنواع الحركة له أطر مرجعية تنسب وتدرس ضمن هذا الأطر بمعنى أنك أنت الآن عندما تتأمل هذه الصور تراقب هؤلاء الأشخاص الذين بداخل هذه المركبة ترى هؤلاء الأشخاص في حالة حركة لأن المركبة إجمالا تتحرك ولكن ماذا لو سألت عن وضع هذا الراكب بالنسبة للآخر يعني هذا الراكب يرى الآخر بأسلوب ماذا؟ ساكن إذن هم بداخل المركبة كمراقب وهذا شخص آخر هذا ساكن أما بالنسبة لي أنا في خارج هذه اللعبة أراهم في وضعية متحركة كذلك الكلام بالنسبة للأشخاص الموجودين بداخل هذه الطائرة هم بالنسبة لأنفسهم في حالة سكون لكن بالنسبة لي أنا كمراقب في الخارج هم في حالة حركة يبدو لي كأنني ألمح لأسلوب تعرفنا عليه في الصف الأول ثانوي سنترقب ما هو بعد قليل فللدراسة أي نوع من أنواع الحركة الفيزيائية لا بد من فهم الأطر المرجعية لكي نفهم الأطر المرجعية للحركة الدورانية سندرس بإذن الله الأطر المرجعية سنتعرف على القوة الطاردة المركزية وقوة كوريوليس إذن أنا أبدأ تدرج في ذلك لازم أعرف هالثلاثة ورح أعرف في نهاية الدرس علاقة الثلاث أشياء هذه المصطلحات بعضها مع بعض الأطر المرجعية، قوة طاردة مركزية وقوة كوريوليس طبعا أولا سأبدأ برقم واحد وهي الأطر المرجعية تذكر معي عندما درسنا السرعة النسبية في الصف الأول ثانوي أتذكر هذه الصورة أو هذا المقطع عندما ماذا نتأمل حركة ماذا؟ هذا الشخص بداخل هذا القطار هذا الشخص الآن في حالة سكون والقطار في حالة حركة أنت الآن ترى الشخص والقطار جميعهم في حالة حركة لأنك مراقب فين في الخارج بينما لشخص بداخل القطار كان يرى ساكن فكنا في الصف الأول ثانوي عرفنا أن السكون والحركة نسبيان حسب الراكب والمراقب فلكل مراقب له إطار مرجعي يرصد من حركة الأجسام يعني بمعنى قد يكون المراقب داخل القطار وقد يكون المراقب خارج القطار وكل منهما لهم إجابة وكل منهما إجابته صحيحة حسب الأطر المرجعي إذن من ذلك تعرف واستنتج ما هو الإطار المرجعي هو عبارة عن المسرح سجل هذا السؤال عندك في الكتاب الآن تعريف الإطار المرجعي هو المسرح الذي تتم فيه دراسة الحركة بما فيه من إحداثيات ونقاط إسناد بالإضافة إلى البعد كذلك الزمن هذا هو تعريف الإطار المرجعي نرمز للإطار المرجعي في الصف الأول الثانوي بالإسناد يعني أنا أرى هذا الطائرة متحركة بالنسبة للمين؟ بالنسبة لشخص أو مراقب خارج هذا نسمي إسناد أو نسمي الإطار الذي يرجع إليه حركة الطائرة طيب لو شخص موجود بداخل الطائرة يراقب صديقه الجالس في الكرسي الذي بجانبه هذا يراه بحالة سكون فهنا هو بحالة سكون بسبب أن المراقب داخل الإطار المرجعي داخل إطار المرجعي يعني داخل نفس الحيز أما خارج الإطار المرجعي معناته فيه نقطة خارج الإطار المرجعي هذا لما نقول إحنا إطار مرجعي أما فكرة أننا كنا في أول ثانوي ندرس مراقب كنا نتكلم عن مراقب فقط إما المراقب داخل القطار أو خارج القطار الآن وسعنا الموضوع أكبر نقول المراقب داخل الإطار المرجعي أو خارج الإطار المرجعي فمعناه الحركة والسكون تختلف باختلاف وجود المراقب أي منطقة يكون طيب صنف من خلال الصورة أمامك حدد أنواع الأطر المرجعية هذه الصور يبدو ليعرفناها أيضا في الصف الأول الثانوي مثل مثلا ماذا الإطار مرجعي تحرك بسرعة ثابتة وبخط مستقيم مثل الصورة الأولى هذا الإطار نسميه قصوري يطبق قانون نيوتن الأول بينما الإطار الثاني لا قصوري وبنعرف المسميات هذه ليه يعني عندك هنا السيارة عندما تندفع بقوة فإنها تكتسب تسارع فبالتالي ماذا عندما تدفع بقوة تكتسب تسارع وعند توقف السيارة فجأة فإن لو كان هناك حقيبة على الكرسي فإن هذه الحقيبة سترتد أو تتحرك للأمام بسبب ماذا؟ بسبب القصور ذاتي هذا الكلام شرحناه كله في الصف الأول الثانوي فبالتالي نقول عن الإطار المرجعي لثابت وبخط مستقيم اسمه إطار قصوري ليه قصوري؟ لأنه يطبق قانون نيوتن الأول وانت لاحظت كيف أنا هنا طبقت قانون نيوتن الأول طيب الإطار المرجعي الدوار هذا إطار مرجعي دوار أتذكر كيف شرحنا هذه الجزئية عندما لم نستطع تطبيق قانون نيوتن الأول ما السبب في ذلك؟ أن السيارة وهي قادمة بهالشكل تأخذ نفس التحليلات هذه لكن عندما تقوم بالدواران بهالطريقة ماذا يحصل للحقيبة الموجودة على الكرسي؟ كانت تتحرك ولكن حركتها كانت بهذا الاتجاه صح الكلام؟ وكنا نعزز هذا الاتجاه أنه ليس بسبب قوة كما زعم نيوتن ولكنه بسبب وجود سرعة ثابتة فهذه الحركة للحقيبة ليست بسبب قانون نيوتن ولا بسبب القصور لذلك اسمها لاقصورية أو من هذا المنطلق أتت تسمية الأطر المرجعية الدوارة الأطر المرجعية الدوارة دائما أطر لاقصورية لا تطبق قانونية الاتجاه حركة الأجسام بداخلها حتى حركة الراكب عندما يدور على الدوار ويتحرك يعني أنت لو كان بجانبك راكب يدور على الدوار بهذه الطريقة الراكب وين يتحرك؟ هذا الاتجاه هل هو بسبب قوة دفعت؟ لا ليست بسبب قوة كما زعم نيوتن إنما هو بسبب وجود سرعة ثابتة فبالتالي لا يطبق قانون نيوتن لذلك هو لاقصوري فبالتالي هذا بالنسبة للتسميات في هذه الجزئية أكتب هذا التصنيف عندك جدا مهم استنبط ما علاقة قانون نيوتن الأول بالأطر المرجعية الآن بدأت ماذا؟ أربط أن قانون نيوتن الأول ماذا يقول؟ أن الجسم الساكن سيبقى ساكن والجسم المتحرك سيبقى متحرك بسرعة ثابتة ما لم تؤثر عليه قوة خارجية تغير من ماذا؟ من حالته إذن هذا بالنسبة لمن؟ أننا سنربط الآن وفي شرحي سنربط قانون نيوتن بالأطر ماذا؟ المرجعية وانت شفت كيف الآن أنا ربطت إجمالا الأطر سواء خطية أو دوارة فتستطيع الآن أن تصنفها رقم واحد واثنين هذه واحد خطية وهذه دوارة محور حديثي اليوم هو الدوارة نحن ننتهي من هذه من صفه الأول الثانوي فأنا أتكلم اليوم عن الدوارة وسأرى ما هي علاقتها بقانون نيوتن الأول إذن هذا بالنسبة لهذه الجزئية ومدخل لدرسي وتمهيد ماذا يعني إطار مرجعي لا قصوري ولا يطبق قانون نيوتن الأول كما شرحناها لكي أجيب على هذا السؤال تخيل معي مثلا أنه لدينا كرة داخل إطار مرجعي دوار زي لي بالفيديو الآن ما هي القوة المؤثرة على هذه الكرة؟ تأمل معي الآن مقطع الفيديو لاحظ الآن سأقوم بتدوير ماذا؟ بتدوير الكرة الكرة ستدور وتدور وتدور ماذا سيحصل لوضع الكرة عندما أزيل هذه الحلقة التي تحبس هذه الكرة؟ لاحظ تحركت بهذا الاتجاه مثل تماما لا قدر الله لو حصل حادث لسيارة تدور على ماذا؟ على دوار ستحرك بهذا الاتجاه هل سبب حركتها هو وجود قوة؟ لا ليست قوة وحللنا هذا الأسلوب في صف الأول الثانوي بما أن السبب في حركة هذه الكرة هو ليس قوة إذن لا تطبق قانون نيوتن الأول إذن هي ليست قصورية إذن ما سبب حركتها؟ هو بسبب ماذا؟ سنرى وقد أجبنا في الصف الأول الثانوي أثناء دوران الكرة هنا في هذا الإطار الدوار لديك نوعين من القوة لا ثالثة لهما كنا في الصف الأول الثانوي أخذنا قوة نوعها مركزي القوة المركزية هي القوة التي تجد بالجسم الدوار باتجاه المركز وهذه حقيقية وموجودة القوة الأخرى التي تحكم الأجسام الدائرة قوتين أخرين هما قوة طرد مركزي وقوة كوريولس لذلك في كتابك عندما تدرج في الطرح في سرد العنوين كتب لك الأطر المرجعية وثم كتب لك الدوارة ثم بعد ذلك ذكر القوتين التي كلاهما قوة وهمية كم نوع إذن للقوة؟ ثلاث قوة كوريولس مركزية قوة طرد مركزي وقوة مركزية وقوة جذب مركزي قوة الجذب هي القوة الحقيقية الموجودة طرد وكوريولس قوة وهمية سندرس نحن الآن هاتين القوتين الوهميتين طيب إذن سندرس هاتين القوتين ولاحظ معي سأبدأ بماذا كتبت جانبا بالقوة الطاردة المركزية طبعا القوة الطاردة المركزية سبق دراستها في الصف الأول ثانوي ناقش عقلك معي في هذه الأسئلة وتأمل هذه الصور حاول تتذكر شرحنا في الصف الأول ثانوي وتسلسل معي من خلال قراءة واحد واثنين حسب قانون نيوتين الثالث فإنه لا وجود لقوة الطاب المركزية إنما ما يحصل هو رد فعل لقوة الجذب المركزي لتساويها في المقدار وتعاكسها في الاتجاه فيحافظ على السيارة في مسارها الدائري هذا التحليل حللناه في الصف الأول ثانوي وقلنا حسب قانون نيوتين وحسب ما ترى هنا سهم أصفر قوة جذب مركزي حسب قانون نيوتين الثالث لكل قوة رد قوة مساوي في المقدار معاكس في الاتجاه فيفترض أن يكون هناك قوة خارجية أخرى هذه القوة التي جعلت العلماء يقولون أنها قوة طرد مركزية وهي أصبحت قوة وهمية بالأخير لما حللنا في الأول ثانوي قلنا أن هذه القوة غير موجودة لكن يوجد هناك أسلوب لجعل من هذه السيارة تتزن وتبقى في هذا المدار السبب في ذلك ماذا؟ أن قوة الطرد المركزية ليست هي قوة حقيقية إنما هناك قوة قوة ناشئة عن القصور الذاتي لأن الأجسام تميل إلى أن تبقى متزنة كيف؟ السيارة أول ما تدخل في الدوار كانت في حركة خطية كل الأجسام بداخلها تحرك باتجاه الأمام عندما تميل بهذا الشكل حسب قانون نيوتن الأول أن كل جسم يبقى على حاله ما لم تؤثر فيه قوة خارجية عندما تميل أو تجبر السيارة على الميلان على أساس تدور على الدوار الأشياء الموجودة بداخل هذه الأجسام تمانع من تغيير حالة حركتها لذلك تتحرك بالاتجاه المعاكس معاكس لمين؟ لقوة الجد لذلك كل أشياءك في السيارة تتحرك كذا خارج ماذا؟ خارج هذا المدار بما أن الكرة الكرة طبعا نفرض أنها جوا السيارة تحرك في الاتجاه وبدون وجود قوة حقيقية يعني هل صحيح أنه هي الكرات والحقائب والأشياء الموجودة في السيارة؟ تحركت للخارج بسبب وجود قوة؟ لا لا توجد قوة قوة أصبحت وهمية فبالتالي هذا مخالف لمين؟ لنص قانونية الأول لذلك هنا نسميه بماذا؟ بلا قصوره إذن لا يطبق قانونية الأول وهو لا قصوري إذن لذلك لينطبق قانونية الأول على أدسامة التحرك ضمن ماذا؟ الأطر المرجعية الدوارة خذ هذا السؤال لديك على لا يمكن تطبيق قانونية الأول في حالة الأطر المرجعية لأن هذه الأطر المرجعية في حالة ماذا؟ في حالة تسارع والجواب موجود عندك في كتابك فبالتالي هنا إذن لأنها متسارعة فين أثناء وجودها في هذا الدوار طبعا الأسهم اللي موجودة لديك بالأخضر هنا عبارة عن أسهم السرعات وحللناها كثيرا في الصف الأول ثانوي سجل عندك هذا التعليل أيضا لا يمكن تطبيق قانونية الأول في حالة الأطر المرجعية لماذا؟ السبب في ذلك لأنها متسارعة علل أيضا تسمى الأطر المرجعية لاقصورية السبب في ذلك ماذا؟ أنها لا تطبق قانون نيوتن الأول وهذا ما يحصل لك في الفيديو عندما تكون تجلس بجانب الراكب هذه الحركة دائما أنت مضطر إلى أن تخرج خارج الدوار ويمنعك هو وجود الباب إذن لأن قانون نيوتن الأول يسمى بقانون القصور الذاتي والأطر الدوارانية لا تطبق قانون القصور الذاتي فتسمى لاقصورية طيب اربط الآن بما تعلمت تخيل أن لدي شخصان تقاذفان كرة صف مسار الكرة بالنسبة لشخص يراقبها أيضا يراقبهما بعيد أيضا هاتين الصورتين تعرفنا عليهم في الصف الأول ثانوي يبدو لي أنا أربط كثيرا بما تعلمت في الصف الأول ثانوي عندما شرحت الآن قوة الطرد المركزي ربطتها بما أخذتها سابقا على أساس أني أتكلم عن الأطر الدوارة فتكلمت عن قوة الطرد الآن أريد أن أتكلم عن القوة الأخرى ولكي أتكلم وأدخل في القوة الأخرى لقوة كوريوليس لابد أن أسترجع معك هذه المعلومات التي أخذناها في درس المقذوفات فعندما درست المقذوفات وكان شخصان أو فتيان تقاذفان الكرة ودرسنا كيف ترى أنت كمراقب للفتيان الذين تقاذفان الكرة كنا أخذنا مشهد خلف أحدهما مشهد من الأعلى لو كنت تراقبهما من سطح المنزل ومشهد لو كنت أمامهما ماذا ستشاهد؟ ستشاهد مسارا مستقيما مسارا مستقيما عندما تراها من أعلى إذن يختلف وضع المسار باختلاف شكل ماذا أو مكان المراقب ماذا لو هذان الشخصان يتقاذفان الكرة وهما على عربة كيف على عربة؟ يعني الشخصين هذول موجودين جوات عربة والعربة دوارة أو خلينا نقول لعبة من ألعاب الترفيهية الموجودة في مدينة الملاهي التي تدوع ونسميها أحنا بالصحن الدوار تخيل لك أنت وصديقك معاكم كرة وتحاولون قذف الكرة داخل هذه اللعبة اللي هي لعبة الصحن الدوار صف مسار هذه الكرة هذا هو المثال الذي أستطيع أن أطبق لك من واقع الحياة هو نفس المثال الذي ذكرته هنا موجود عندي في مقطع الفيديو تأمل معي صف مسار الكرة لأحد الشخصان لذان يدوران سنرى الآن مقطع الفيديو هذا اللي هو لاحظ عندي شخصين يدوران ويقومان برمي الكرة لبعضهما البعض لاحظ أنا الآن مراقب من الخارج أرى من الخارج أن الكرة تأخذ خطة مستقيما كما كنت سابقا دعوا في صف الأول ثانوي لكن لو كنت أحد هذين الشخصين اللذان يركبان العربة ماذا أو كيف يكون شكل كيف يكون شكل هذه الكرة لاحظ مسار الكرة كيف يكون لاحظ تقريبا شكله منحني إذن هو عبارة عن مسار منحني كما ظهر لك بالخط المنقض هذه أو هذا الميلان الذي حصل من خلال تقاذف الكرة لراكبين داخل صحن دوار هذا يسمى بقوة كوريليس إذن قوة كوريليس هي قوة تؤثر على الجسم عندما يكون المراقبين داخل هذا الأطر المرجعي الدوار لذلك تصنف من قوة الأطر المرجعية الدوارة إذن يبدو أن هناك قوة تنحرف أو تحرف الكرة عن مسارها ما السبب أو علل هي بسبب قوة كوريليس نتعرف الآن أكثر على قوة كوريليس إذن أبدأ الآن في قوة كوريليس فكر ما هي قوة كوريليس تستطيع أن تعبر عنها ولاحظ الصورتين الموجودة على اليسار الشاشة عندما يكون المراقب داخل الإطار فأنت تراها منحنية عندما يكون المراقب خارج الإطار فأنت تراها بشكل ماذا مستقيم حاول تعرفها أكتب التعريف لديك هي قوة غير حقيقية يعني وهمية تنتج في الأطر الدوارة وأنا قبل لما مهدت لدرسي قلت سأخذ قوة الوهمية قوة الطرد المركزي وهمي وقوة كوريليس أيضا تعتبر قوة وهمية علل لماذا نشعر بها بالرغم أنها وهمية ما السبب في ذلك أننا نلاحظ الانحراف في الحركة الأفقية عندما نكون داخل ماذا داخل الأطر المرجعية لأنه شيء أو إحساسه تتحس فيه أو ترى عندما تكون بداخل نفس الصحن الدوار ترى الكورة تميل تسأل نفسك ما سبب ميلانها عن خطها المستقيم أكيد في قوة مؤثرة فهذه القوة سميت نسبة للعالم بقوة كوريليس إذن من التطبيقات على قوة كوريليس عندي تطبيقين وهي الموجودة في الكتاب واحد قوة كوريليس الناشئة عن دوران الأرض اثنين اتجاه حركة الرياح إذن بالرغم من الهوهمية إلا أنه لدينا فيها تطبيقات سأبدأ بتطبيق الأول وتأمل معي الصورة تخيل أن مدفعا يطلق قذيفة من نقطة على خط الاستواء نحو الشمال زي ما هي مرسومة عندك تمام هذه الكرة الأرضية خط الاستواء كما نعلم يربط من الشرق الغرب جبنا صاروخ أطلقنا منه أو مدفعية أطلقنا منه قذيفة القذيفة لاحظ بالخط الأصفر تتجه باتجاه ماذا؟ الشمال أعلم جيدا أن الأرض تدور دوران حول نفسها من الشرق إلى ماذا؟ إلى الغرب فبالتالي أين تتطبيق القذيفة؟ أفكر إذا أنا الآن فهمت كويس قوة كوريولس وعرفت أنه عندما يكون ماذا؟ عندما يكون المراقب داخل الأطر المرجعي فسيرى ماذا؟ فسيرى الكرة تميل حسب قوة كوريولس طب إحنا جوة الكرة الأرضية والكرة الأرضية إطار دوار فبالتالي أنا الموجودة داخل هذا الإطار سأتعرض وأشعر بقوة كوريولس لذلك سأرى الأجسام تميل عن مسارها يعني مثلا إذا أنا أريد صاروخ يذهب إلى الشمال مباشرة فأثق تماما أن هذا الصاروخ لن يصل للشمال تماما بسبب دواران الأطر نفسه اللي هو الكرة الأرضية ستميل عن ذلك لذلك أتنبأ أنها لن تسقط مباشرة للشمال وستسقط قليلا منحرفة باتجاه الشرق وهذا على فكرة تأخذ في عين الاعتبار في إطلاق الصواريخ للهدف فبالتالي ستسقط شرق ماذا شرق الهدف الهدف فين اللي هو جهة الشمال لاحظ الخط الأحمر هذا هو مكان سقوط ماذا مكان سقوط القذيفة إذن علل ما سبب عدم وصول القذيفة لهدفها مباشرة المطلقة من خط الاستواء بسبب وجود قوة كوريولس إذن لأنه أثناء حركة القذيفة جهة الشمال سيظهر لها ماذا مراكبة سرعة في تجاه الشرق بسبب حركة الأرض هذا الكلام قد مر عليك في الصف الأول ثانوي عندما درسنا السرعة النسبية أتذكر عندما أخذنا شخص موجود على ماذا على مركبة أو في طائرة مثلا وقام بقذف كورة بشكل معين أو باتجاه ماذا باتجاه الشمال كنا نوجد السرعة باتجاه الشمال وكنا نقول أن هناك اتجاه حركة للسفينة أو حركة للطائرة باتجاه الشرق ثم استنتجنا أتذكر ذلك ثم استنتجنا اتجاه المحاصلة اتجاه المحاصلة كنا نقول أنه هذا الخط هو عبارة عن محاصلة كنا نرمز له بالرمز R اللي هو محاصلة السرعات أو V- فهذا الكلام ليس بجديد عليك لكن كوريوليس هو الذي اكتشفها عندما حلل حلل ماذا أن الكرة الأرضية تدور وأنك عندما تقضف أي جسم باتجاه معين لا بد أن تراعي من ذلك دوران الكرة لأنها ستؤثر بذلك وبالتالي تغير مكان هدفها فأحنا نطبقينها من زمان لكن الاكتشاف يرجع للعالم طيب تخيل معي الآن نأخذ المثال الثاني على كوريوليس وهو تجاه حركة الرياح وهذا يعملون عليه في الأرصاد الجوية تخيل أنه لدينا منخفض جوي منخفض جوي ما معناه؟ أن الهواء يتجه إلى هذه المنطقة طبعا منخفض جوي بمعنى أنه عندك الهواء كله بضغط معين أو نقول مثلا ضغط عشرة في منطقة فيها هبوط للضغط تكون مش عشرة تكون مثلا تسعة من الطبيعي جدا أنه تكون تيارات الهواء كلها تنتقل من العالي للمنخفض يعني من منطقة الضغط العالي إلى منطقة الضغط المنخفض هذا اسمه ضغط ماذا؟ ضغط جوي دايما تسمعها في الأخبار في الأرصاد الجوية هناك منخفض جوي فيه تكون درجة حرارة بعد قليلة إيش علاقتها بكوريولوس؟ ما أثر قوة كوريولوس على تجاه الهواء قلنا زي ما أنت تشوف في الرسم تتبع معي الرسمة من يسار الشاشة من أول رسمة أول رسمة عندك منطقة كذا زرق داكن وتتجه باتجاه الأسهم هذه هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن منطقة الضغط المنخفض تتجه باتجاه كل الهواء ما أثر قوة كوريولوس عليها؟ لاحظ كيف الآن الأسهم ستتجه كل من الهواء أو التيارات الهوائية باتجاه منطقة الضغط بعد ذلك نتيجة تتجاهها هذه الاتجاهات نأخذ محاصلتها تطلع معنا إيش؟ أسلوب دوار كما ترى الآن يدور ماذا؟ عكس عقارب الساعة وقبل قليل كان يدور مع عقارب الساعة نعيد الفيديو مرة ثانية لاحظ تيارات هوائية التقت مع بعضها في منطقة الضغط الجوي المنخفض أصبح لدينا محاصرة سرعات دارت بهذا الشكل هذا ما يحدث في نصف الكرة الشمالي العكس تماما في نصف الكرة الجنوبي نفس الأسلوب ولكن لاحظ مع عقارب الساعة وهذا سبحان الله تحليل فيزيائي لكنه حاصل في الأرصاد الجوية ودائما بالدراسات يعرفون تجاه التيارات الهوائية هذا يعطي إحاءات في بالي الآن أن هذا عبارة عن إعصار هوائي وهذا ما يحصل في الإعصارات التي نسميها الإعصارات الجوية تختلف شدة الإعصار باختلاف الضغوط يعني ضغط منخفض جدا مع ضغط عالي جدا يطلع الإعصار جدا قوي إذا ضغطين الضغط متقاربة يطلع الإعصار أخف كما ترى هنا إذن أنقل هذا الحل وهو موجود في كتابك إن أردت خطط عليه تنحرف الرياح القادمة من الجنوب إلى الشرق بينما تنحرف الرياح القادمة من الشمال إلى الغرب صار عندك كم اتجاه؟ اتجاهين لذا تدور الرياح عكس عقارب الساعة هذه شرحتها على نصف الشمالي وهذا في نصف الكرة الشمالي نفس الأسلوب تعيد شرحه ولكن على النصف الجنوبي التي تدور فيه مع عقارب الساعة إذن والعكس صحيح في نصف الكرة الجنوبية نلخص الآن ما تعرفنا عليه تعرفت على الأطر المرجعية عرفت أن هناك إطار مرجعي مستقيم ودائري ما يعنيني في درسي هو من؟ الدائري الذي فصلت فيه ماذا؟ في القصوري عرفت أن يطبق قانون نيوتن وعرفت سبب التسمية في اللاقصوري هو ماذا؟ هو الذي لا يطبق قانون نيوتن وعرفنا فيه القوتين قوة الطرد المركزي وقوة ماذا؟ وقوة كوريولوس وفصلنا كل منهما أخذت تطبيقات على قوة أيضا ماذا؟ على قوة كوريولوس نستنتج أن كل القوتين هذه تعتبر قوة وهمية بذلك عزيزي الطالب والطالبة انتهينا من درسنا اليوم إن وفقنا من الله ونختار من أنفسنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر